اتحولت في نظر ومن واحدة بيتهرب من مقابلتها وشايفها مغرورة لوحدة هيجرى له حاجة لو ما خدش رقمها واتعرف عليها وكلمها كان بيتكسف منها ويادوب بيكلمها بالعافية وكان مقرر ما يتجوزت من المشاهير وهي وقعت في دباديبه من أول نظرة وهو رفض يعترف بحبه ليها لسبب ما يخترش على البال أسرار أغرب قصة حب في الوسط الفني والإعلامي معي ومعاكم قصة حب الفنانة دنيا سامير غانم وجزها الإعلامي رامي رادوان يا ترى إيه أسرار قصة حبهم دي؟ تفتكروا تعرف عليها إزاي؟ إيه موقف أهله لما عرفهم إنه بيحبها؟ التفاصيل دي كلها تسمعوها معايا في الفيديو ده بس خليكم متابعين الحكاية لحد الآخر علشان فيه مفاجآت كتير في انتظاركم قصة حب دنيا سامير غانم ورامي رادوان من أغرب قصص الحب اللي حصلت كل قصة من اللي سمعتوا عنها كوم ويديكم تاني خالص يلا ركزوا معايا وبلاش حكايتهم تخليكم وقفين مبلمين ومزهولين وعملين تقولوا سبحان الله النصيب غلاب وقدر يغير القلوب من حال لحال رامي رادوان كان واخد قرار مع نفسه إنه عمره ما هيتجوز من الوسط الإعلامي أو حتى الفني مش عشان لا سمح الله الوسط ده وحش لا بس هو شايف نفسه تعبان في الشغل ومحتاجي لأمراته في البيت مستنياه يعني بقى لها مشاهير وكده ومن الآخر هو كان في الفترة دي مش في دماغه خالص حوار الجواز وكل اللي مركز فيه شغله بس بالذات إنه كان كل يوم بيخبط مشوار قد كده من بيته في الشروق لحد مدينة الإنتاج الإعلامي اللي هو فرهادة مفيش بعد كده زيها المشوار ده كان بيخليه كسل يخرج مع صحابه أو يعمل أي نشاط يرفع بيه عن نفسه أهل رامي رادوان كانوا بيتحايلوا عليه يتجوز أي وحدة سواء بقى من قريبهم أو من أي مكان المهم إنهم يفرحوا بيه ويشوفوا عريس وهو يقول لهم حاضر هتجوز بس استنوا شوية أما دنيا سامير غانم فكانت مركزة في شغلها ومفيش حد خالص في حياتها والحد هنا كانت الأمور زي الفل وكل واحد ماشي في حياته عادي لحد من نداها نداهتهم بالسبب صاحب رامي اللي كان كل شوية يتزن عليه ويقول له يا ابني انت فين نفسه شوفك ونخرج نقضي وقت لطيف مع بعض وهو يقول له حاضر بكرا نتقابل وبعدين يديله الطناش ما هو الراجل تعبان في الشهر رامي كان بيقدم برنامج صباحي الساعة 8 الصبح ومن كتر الزن عليه أخيرا وافق وراح قابل صاحبه ولسه بيعود لأ الفنانة دنيا سامير غانم قعدت معاهم فهو تخض كده وقال لنفسه دي أكد مغرورة وعيش دور الفنانة بس تبعده شوية لما تكلمت حسي إحساس غريب كده لدرجة إنه لما روح فضل طول الليل يدور على الأكاونت بتاعها على فيسبوك ومما إنها فنانة بقى أكتر من 20 صفحة وهنا بقى كان نقص يعيط زعل جدا وفضل يقول ياريتني أخدت رقمها بعد كام يوم صاحبه كلمه تاني وقال له ما تيجي نخرج فسأله مين معاك يقول له فلان وفلانة ويعدله أسماء اللي جايين بس لو ما جابش السير الدنيا يقول له والله مش قادر وفضل على الحال ده لحد ما في يوم يتأكد إنها خرج معاهم فنزل وقابلهم وفي اليوم ده قعد يتكلم معها كتير وكان مكسوف قوي يطلب رقمها فجأة جات له جرعة جراءة وطلب الرقم منها وفضلوا يتكلموا كتير رغم إنه حبها من أول لحظة بس تقل عليها ومارديش يعترف غير لما تأكد إن هي كمان بتحبه وهل اتنين عايشين في تابات ونبات ومعهم قايلة ويقال البيب التاني جاي في السكة ايه رأيكم في قصة حب دون ياسامر غانم وجوزها رامي رادوان فيطر المستنيين مولود جديد في حياتهم ولا ايه شاركونا توقعاتكم في التعليقات